لم ولن تنعم إسرائيل بالأمن والأمان والاستقرار ما دام احتلالها للأرض الفلسطينية مستمر متوجا بجرائمها الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية ورمز قضيتهم الفلسطينية حشود جماهرية فلسطينية تخرج انتفاضا في وجه الجيش الإسرائيلي في كافة المدن الفلسطينية رفضا للسيطرة الجبرية الإسرائيلية التي تتمثل يوميا بالاعتداء والضرب وإطلاق النار والمداهمات والهدم والاعتقال والقتل وآخرها صباح اليوم اقتحام الاحتلال لمخيم جنين ما يجري من أحداث الداخل الفلسطيني هي نتاج السياسة الإسرائيلية الممنهجة في محاولة اقتلاء الشعب الفلسطيني من أرضه في الـ 48 ومسألة استمرار بناء المستوطنات والقتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني على الطرقات تحت حجة جواهية أنا باعتقادي أنه اقتحام مخيم جنين أو منطقة جنين أنا باعتقادي يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ترسخ المنظومة الإسرائيلية بجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية كل طاقاتها لفرض الهدوء والسيطرة على الفلسطينيين في المدن الفلسطينية كافة مسفرة عن حملات اعتقال طالت مدينة القدس وجنين ونابلس واندلاع مواجهات عنيفة في مدينة طول كرم وقلقيليا وجنين ونابلس ومدينة رامالله مع رفع حدة المواجهات المستمرة في مدينة القدس والخليل ناتج عنها عشرات الإصابات بالرصاص ومئات الإصابات بالاختناق وإطلاق النار المباشر باتجاه أربعة صيادين في ميناء بحر غزة ومن ثم اعتقالهم تطلق يد قطعان مستوطنية في استباحة الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية واستمرار الاعتداءات على المدنيين مما ولد ردود أفعال فلسطينية في تصعيد أشكال التصدي لمخططات الاحتلال في ممارسات وسياسات التمييز العنصري تقابلها دولة الاحتلال الآن باقتحامات للمخيمات والمدن وصلت حصيلة فيها الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 42 شهيد فلسطيني هذا يدلل إلى أي مدى تستبيح دولة الاحتلال الدم الفلسطين وتستخدم القوى المفرطة حالة من الهستيريا أصابت الكيان الإسرائيلي بعد عملية نفذها فلسطيني ليلة أمس استمرت لمدة 9 ساعات في شارع ديسينكوف وسط مدينة تل أبيب الشارع الذي تعتبره إسرائيل أكثر الشوارع أمنا بالنسبة لها العملية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين من بينهم ضابط إسرائيلي للقوات الخاصة الإسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين وصفت حالتهم بين الخطرة والمتوسطة لتعلن الصحف العبرية عن استشهاد المنفذ بعد تجوله في شوارع مدينة تل أبيب الذي استمر لساعات قبل اشتباكه المباشر مع حشود عسكرية وأمنية إسرائيلية تشهد دولة إسرائيل حالة من التوتر وعدم الاستقرار الأمني خاصة بعد توالي العمليات البطولية الفلسطينية في المناطق ذات السيطرة الإسرائيلية التي يؤكد من خلالها الفلسطينيون تمسكهم وتشبثهم في الأرض الفلسطينية عبدالهايت فرحات لقناة اليمن اليوم فلسطيني المحتلة